بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ اليوم معكم حضرتنا الأولى في مدد الـ Business Finance اليوم سأبدأ إن شاء الله في المدد الـ Business Finance في مدد الابتخذ من أفضل نجمع التأثير من الغد ومن ذلك اللحظة سوف نستخدم الأفضل لكن سأبدأت في القناة لنساء الله في المدد الى ثم المترجمات الأول يتعرف أن العديد بين المستخصص والمترجمات الأولى كمجموعة المترجمات المدير المعلي، كمجموعة المترجمات الأولى يجب أن نقوم بالخلص يجب أن نقوم بالنسبة لنقوم بالخلص وعندما يحدث عن الأقل الرياضية فعلا كثيرت في تيطرة أخرى عملا كالأثدي رياضية وفي أتنفع موجودة، أو أصول الملموسة، أو أصول المغنى أو أسalta وفعلاً للأرباح حتث بحاجة الرياضية هذا يتحدث عن الرياضي والفعلاً يحدث بحاجة الرياضية وفعلاً للأرباح من أيضا استخدام الكASH , الشارقة , نصوم الوصول من هذه الأسئلة واشتع لكم ننتبه عن المساعدة مستخدامات مثل المساعدة على المنزق فالفتاح ومساعدة على مستخدامات فنسيطة لكم عندما نستخدم المساعدة لذلك تستخدم الان هل نشتري هذه أو هذه أو أطوّرها قديمة؟ هذي كلها انفصتها عندما أتحدث عن كيف نفع الكاش؟ من أين نضع المنزل؟ من أين نضع المنزل؟ هل نفع الكاش؟ أو بوروين من البنك؟ أو بيع أسهم سندات عشان أحصل على فلوس؟ أو الترض من البنك؟ أو استخدم الكاش اللي عندي؟ الآن نتحدث عن التواصل هذا عبارة عن التواصلات التواصل عشان أحمر من البنك؟ المثال الكلة من البنك؟ الأوضل على؟ ونحدث عن الملعات؟ ونحدث عن البنك؟ الان هذه الملعات؟ حسن أمم؟ بشكل الملعات؟ من النظر؟ �� أكثر القناة؟ لها مصميات كثيرة Investing Decisions Capital Decisions أو Capital Expandition أفلات دراسة مالية كلها تصد فيه فكرة درارات الاستثمار Capital Decisions في الـ Intangible Asset التي هي الـ Expand Store مثلاً البني ستورة وموسع برشازن أمشين برشازن فرنيتشا وموسع برشازن وموسع برشازن الـ Intangible Asset وموسع برشازن وموسع برشازن الـ E-Bay لـ Research and Development وموسع برشازن برشازن على قرارة تجاري كوبيرايت وموسع برشازن ولكنها موسع برشازن توجب فقط في العقود أو في الكنترال هنا الـ Capital Structure التي مرنا على هذا الشيئ سلايد السابق هنا نتحدث عن الـ Capital Structure كل الـ Asset كل الـ Asset كم مليئة تجارب المليئة في الميزانية هو عبارة عن Asset Current Asset الـ Long Term Asset الـ Fixed Asset أو الـ Property Planning and Equipment الـ Intangible Asset الـ Other Asset 5 Groups of Asset في الـ Current Asset We have Cash Account Receivable Inventory Prepaid في الـ Property Planning and Equipment We have another Asset which is الـ Building الـ Machine الـ Land From where we finance From where we put We put money to finance or to support this Asset from here في الجانب الـ On the other side of Balance Shield We have Liabilities Current Liabilities Local Liabilities which is the debit Or Capital Return and Earning We have to talk about When we talk about financing the asset from where Either Internal We call it Internal Finance or External Finance or External Finance Borrowing from outside اقتراح من الخارج Short Term Liabilities Long Term غروب قصيرة إذن When we talk about capital structure the percentage of equity to debit Usually the equity should be more in most of the organization depending upon the nature of the organization على حسب طبيعة المنشأة لكن بالغالب they prefer equity finance more than when the debit finance becomes more than equity that means the risk will be higher that the company could suffer or face any problem related to the requirement or gain the liabilities فممكن تواجه الشركة من مشكلة ما ديونية فجل في السرعة الديون يفضل دائما أن التوين من اللي كوتي أعلى من 60% 40% 70% 30% الحق فالريسك هنا هنا يجب بالغالب في brief لدي قليلاً من هذا المشكلة هناك بعض الامريكات هناك بعض الامريكات بقية الموضوع في موضوع الموضوع التقليل والبقية الموضوع و الداخل الموضوع أو النقد الموضوع أوزينا فنتكلم أن يدعين على استخدار كما حول الموضوع بي lingerie إصدقència لتحديث أن يحديث بي lingerie لتحضر نيو ماشين إنه مجرد مدرسي إنه مجرد مدرسي أو مجرد مدرسي عمل بوروز 350 مليون يورو من الدجس بانك اقتراب إذاً هو عبارة عن اقتراب لأخذه من المبارس لن نعرف لن نعرف لماذا تقترد؟ عشان أموّل نشاط مرهو تشيل 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 في عبار عن capital budget أو investing decision. بفزر issue new shares. issue new shares, issue new bonds استار أسهم جديدة, استار سندات جديدة it's a financing decision. To buy small وطفة الغرض من هنا للاستثمار. احنا قلنا الاثنين يمشوا مع بعض. يكون عندي قرار استثمار أبحث عن تمويل. يكون عندي تمويل أبحث فين استثمار. What's the corporation? Before what's the corporation we go to the second, the next slide. let's talk about the type of business. We have proprietorship, partnership and corporation. ثلاثة أنواع من الانشطة. sole proprietorship المنشأة الفردية ثلاثة عنا بالaccount when we talk about the accounting system. Partnership as well we teach that type accounting to production. Corporation, we'll use it here. why we use corporation and business finance and teaching business finance we have to use that the biggest form of that business. هي الشكل الأنبر من the business اللي هي all the function all the responsibilities you will find it in that corporation. ما بتحصل التطبيق للbusiness finance دارات التنوير ويدارة مالية في منشأة فردية نادرة. لأن الشخص المدير هو الممول. لكن ممكن تلاقيها في الpartner civilة حدما. أو في الcorporation أكثر. ومن المستخدمة we'll use the corporation to implement or to practice our decision regarding that all the policies or the procedures of business finance will be implemented here. رحم طبقها على corporation a business organizing النقش على السلام اللي قبلها business organizing as separate legal entity owned by stockholders or shareholders فرعا منشأة مساهمية capital of the corporation divided to small separate units we call it shares or stock type of corporation it could be public companies it could be private limited operation تكون منشئات مفتوحة خاصة أو معدودة النشاط limited limited liability owners of corporation are not personally liable for us the main difference between the proprietorship and corporation here is limited liability الالتزان محدود محدود في مساهمة في الراسل الشركة when the person shares company so he become owner he become shareholder but he will be responsible for the percentage of his contribution with the when we talk about unlimited liability in the proprietorship here when we talk about المسؤولية المحدودة انها ممكن تمتد ان القضاء الاموال الخاصة لو خلست الشركة المحدودة هنا لا محدودة في نسمة المساهمة استثمار 100 ريال لا المسؤولية في 100 ريال اقصى ما ممكن يحسره 100 ريال بالبقى المالي 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 المستثمرين الملاد افترض ان المنشأة صغيرة انسى ان نوضع البروريشن just for example any small you have to raise the capital the investor bring his money his capital to establish the new business to purchase new shares نبدأ بإنشاء المشروع احضر اموالي للمنشأ اقتح حساب اسم الشركة اشتري اسم الشركة تمويل cash invest فارم ستدخل الأموال في الشركة ممثلة بالموذية المالي فارم ستشغيل وصول وصول حسب نشاط المنشأ بداية وصول اقديم خدمات شراء وبيع البروريشن ثم ستحصل البروريشن ستحصل كاش هل يرجعها مرة ثانية للمستثمرين هاي الكاش وصلت هنا اشتغلت الشركة حصلك الكاش هل يرجعها للمستثمرين للمستثمرين لا كاش سيعاد استثمارها وكل مكان في الدورة كل ما حددنا منها مربح مثلا اذا كانت واحدة 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 ب الثاني B. For example investor A he has 10,000 ريال. And investor 2 as well he has 10,000 ريال. During one month investor A he went to somewhere, to China, to India, to Europe, and he has a gross for 10,000 and resell it for 11,000. This is what we call it capital. Capital. The first one is 10,000 and the second one is 10,000. The second one is 10,000 for 1,000 for one cycle or one operating cycle and the second one is 10,000 and resell it 11,000 that means he got profit 1,000 in one month per month. During the year he will get how much multiply 12 months and 12,000 and if every month he will earn 1,000 monthly and at the end of the year he will get $12,000 to the investor A look to the investor B he has another 10,000 but he purchase it and resell it during six months. He takes a lot of time to resell and another time to collect the debit or the dune that he has to sell it $12,000 and again he resell $12,000 by $11,000 so he earn $1,000 but within six months so he will do two cycles do $12,000 so he will do $12,000 so he will do $12,000 so $12,000 $12,000 when he did to get $13,000 what he should love $22,000 can become more a big bill have it they are يكون معنا دورات تشغيلية عالية او متزايدة كل ما زالت كل محدد نارباح اذا الشطارة الادارة انها او متزايد. او متزايدا ولضع او متزايدة تشغيلية او ايضا يشطارتهم كما نرى في الاستطاد او ما بيشتري وبيع واروح من بسر ويحصلную اوة سريع ووالثاني يبيع على مهل وياخذ فترة طويلة بل ترجع الفلوس يأخذ الوقت لان كل البعض الخاصة الوفيئة استخشونه الملاد في الشركة To maximize current wealth To maximize their wealth Seed ثروتهم في الشركة وان ثروتهم ويمنا استثماراتهم هوا إيمد أسهم كل ما زادت كيمة أسهم وكل ما زادت كيمة استثماراتهم في الشركة ايضا بحويل هذه الثوء اللي هم تلقينا إلى الوقت المناسب اللي ممكن حصلونا فيه مداخرة في الشركة بإمكانة حرارة المخاطر المرتبطة في الشركة وموالها ومسلثماراتها هذه هدافة الاشهارة للشركة هذا كان منظور سهب التعظيم الربحية كان في فترة سائدة كان منظور الهدف الأول لكن مع تغير المنظور تغير الاقتصاد نمو العالمي صار هدف الأساسي هو الماكسيميزيشن سوف أخبره الحياة المنشأة مثلا المنشأة المنشأة لن يكونون سعادة بأن أرباحهم القصيرة خلال هذه السنة تزيد الأرباح لكن على مدى طويل ممكن أن يكون الأرباح خسرها هذا بشيء بسيط ممكن نغيرهم في الـ quality of the product لن يشتري المنتج على أساس خبرة السادة لن يكتشفون أن تغيرت جودة أسوأ الشركة هو فرتور بحث لكن يبدأ الزبائن الثلاثون وكذلك يتعامل مع الدائنين في سبيل أو المديرات المخلوطين يتعامل مع المخلوطين من قبل إلى المخلوطين من قبل المخلوطين الأرباح هذا ليس في مسلحات شركة وكان هناك فقط أرباح الكثير من قبل المخلوب بما نجد للمشاب الرابع يتحدث عن المخلوط في يهتفع المعبين تتركها كالتران ارن البيض المدفوعة والمحتجزة كالتران ارن البيض المدفوعة كم يدفع من البيض المدفوعة؟ فبلاني أن الشركة عندما تدفع دفع دفع أقل عندها ربع اربع وزعون أربع أقل قيمت الشركة تدفع لماذا؟ لأنها ستعيد استثمارها ستعيد استثمار هذه الأرباح ويحدد أرباح أكثر وتعطي نظرة إيجابية للشركة لا يستثمار المدفوعة إذا كان المدفوعة تدفع المدفوعة كم المدفوعة تدفع بين المدفوعة تدفع المدفوعة كمستثمر وليس معنى أنه لا يريد أرباحها في عندي الابرتينتي كوست وهي التكلفة البديلة أو الفرصة البديلة الشركة هذه الاستثمار تحقق لعاية 5% الشركة الثانية تحقق لعاية 7% في عندي فرصة أخرى فلازم يكون عوايد الشركة أعلى من الابرتينتي كوست تشدنوكي لسنا الابرتينتي كوست تشدنوكي لسنا الشار هورددس شرهوردددددد Graciela إرتفعنا الآن البرو σε السميزاتشmma هو هدف للأساسي الم facil أنهم الشارهورددددددددددددددددددددددددددد scalencia كل واحد يتأثر أو يأثر بالشركة كل هذا المجميع لهم أهداف مختلفة المدير دائما له عدة أطراف بأقتنين مع الضيين وعاملات الموظفين وكل طرف تشكل هاته هذا يريده القوات العالية هذا يريده أهداف عالية هذا يريده أسعار أقل جونا أفضل تبدأ هنا مشكلة الوكالة مشكلة الوكالة تقريباً يتقريباً من المتحدة بين كل هذه المنطقة. أولاً، 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 نعلم أن المتحدة هي مجتمعية، ولكن، مجتمعية، مجتمعية، وهو مجتمعية، في الاجتماع الجمعية العمونية، يختارون طاقمة إدارية، مدير الشركة، فهنا كانوا يحطرون وكيف وكالة، مجلس الإدارة، مجلس الإدارة، يحدد المدير التنفيذي، مدير التنفيذي، يختار المددين تبعاً، تفوض الإدارة لإدارة المنشاة، فمسألة الوكالة، هل هذه الإدارة؟ هل هذه المنجمينت تشتغل؟ لمصلحات المساهمين؟ أو لمصلحات المساهمين؟ أو لمصلحات المساهمين؟ يقوم على الأمم، تتحدث طاقمة إدارة المساهمة، تحتاج إلى المنشاة والإدارة المساهم، من المساهم من المشاهم إنه الإدارة المنشاة، لن يكون شيء فرصة أخرى أخرى لأن هذه هي الفرصة الأفضل بالنسبة لها لذا اجتماعي المناجمين هنا تأتي مسألة من الأجنسي هنا لا يوجد مسألة لهم المسألة أو الوكالات تبعهم من كل ما يوجد المناجمين المناجمين من الكثيرات اخرى من دورهم من أي يوم القزيد من معرفة التعاين أو تكون محدد من الفرصة وفي أجنسي المناجمين تأثير على الأشركة يُهدين على أجنسي يتتمثل المناجمين كانت الأشركة منجمينة عاديون أستخدم مكالمتي Services تقريباً قول البحث مع السوارات أشياء كوكيبين عن المقبلات هي كتير من تكاليم هي من الوضع من الموضوع العادي من الموضوع و من الموضوع نقود للمقبل تتكاليف البراجع الحسابات الدكاليف المجدس 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 الحكومة الحكومة يتفعل حول لشيء حتى نظمن ان الإدارة تشتغلين وصل على الرئيس في هذا المجدس الحكومة البراجعات المجدس الشركات أيضا هناك تكل أوفر بلسفة الشركة الروس الريلاشن الستيوش البراجعات المجدس في كل ما نشأ لها نظام للحوكمة مسؤوليات والواجبات والتوزيع المهام والتقارير المطلوبة ومن يشرف عليها والأشخاص المسؤولين كل هذه الأشياء يتمثل جزء من الحوكمة الشرعية الأوليسية الشرعية في جروب الزين المصرية الحوكمة الشركة كان نظام وأشخاص ومسؤولياتهم ثلاث أطراف لها هذا الجزء الأولى بس تتعلم عنه هذا وفلام عليكم الله وبركاته